اهلا بكم كان بني اسرائيل واليهود يقولون نحن ابناء الله واحبائه واولاد انبيائه وسيشفع لنا عنده اباؤنا فايسهم الله من اهلا بكم كان بني اسرائيل يوما عظيما رهيبا يوم القيامة يوم لا يغني احد عن احد شيئا وان كان نفس كريمة لنبي او احد الصالحين فلن تقبل شفاعة ولا واسطة لنفس كافرة وان كانت من العشيرة الاقربين ولا يقبل منهم فدية ولو كانت اموال الارض جميعا ولو كان ملء الارض ذهبا ولا يملك احد في ذاك اليوم ان ينصرهم او ينقذهم من ذاك العذاب الاليم يمكن في الدنيا الوسطة تنفع او تعويض يفيد او نصير يمنع اقاب اما في يوم الايامة ما فيش شفيع ولا فداء ولا نصير لنفس كافرة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا عندنا نفسين النفس الاولى هي النفس الشافعة قد تكون نفس كريمة لنبي او احد الصالحين والنفس التانية هي النفس المشفوع لها لكن هي نفس كافرة حنلاقي ان يوما جاءت نكرة للتعظيم والترهيب ونفس جاءت نكرة في سياق النفي تفيد العموم ولا يقبل منها شفاعة يعني شفاعة يعني وسطة ولابد من طرفين نفس شافعة ونفس مشفوع لها سياق الاية الكريمة بتتحدث عن النفس الكافرة وانه لا شفاعة لها على الاطلاق في يوم القيامة يلتقي ابراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابيه اذر ويطلع الشفاعة لابيه فيقول الله تعالى اني حرمت الجنة على الكافرين احتج المعتزلة بهذه الاية الكريمة وقالوا انه لا شفاعة لمرتكب الكبائر من المسلمين ولكن عموم علماء المسلمين نفوا ذلك واثبتوا الشفاعة لاهل الكبائر من المسلمين باذن الله تعالى اما الرسول صلى الله عليه وسلم فلي خصوصية في الشفاعة سأل العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشيء فانه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو في ضحضاح من نار لو لا انا لكان في الدرك الاسفل من النار ازاي نحصل على شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بشفاعة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ومن قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته الا حلت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الاية الكريمة تدرج من النفس الشفاعة اولا طلبت الشفاعة فلم تقبل ثم عرضت الفداء فلم يؤخذ وهذا فقط للنفس الكافرة بعلمنا الكرآن في الايتين اسلوب تربوي حكيم جمعت ما بين الترغيب والترهيب التذكير والتحذير ان شاء الله لما تبتدي تحفظ صورة البقرة هتلاقي عندك الآية رقم 48 والآية رقم 123 من المتشابهات هنلاقي الآية 48 بتوصف حال النفس الشفاعة بدأت بطلب الشفاعة فلم تقبل فعرضت الفدية فلم تأخذ اما بقى الآية رقم 123 بتتكلم عن حال النفس المشفوع لها النفس الكافرة في الاول عرضت الفداء فلم يقبل فطلبت الشفاعة فلم تنفع وعلشان ما نتلقبتش في الترتيب هنحفظ بيت الشعر ده ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل اول البقرة والعدل مقدم في وسطها يا بررة جزاكم الله خيرا شفاعة